كيف تعلم أن الإبتلاء الذي أنت فيه الآن هو امتحان من الله أم عقوبة لك في الدنيا؟ وهل البلاء أو الإبتلاء هو شيء جيد يعني نعمة من الله أم هو نقمة وعذاب؟ ولماذا يختار الله أشخاصا محددين ليبتليهم بقلة الرزق أو المرض أو الأذى أو الظلم أو غير ذلك؟ حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله من أهم القضايا على الإطلاق قضية الإبتلاء ربما تعجب أخي الحبيب إذا قلت لك إنها قضية خطيرة جدا جدا ومعظمنا يهمل هذا الموضوع كل الناس يصابون بالإبتلاء بل هو هدف الحياة هل تعلم أو هل تصدق أن البلاء هو الهدف من وجودك في هذه الدنيا؟ أنت خلقت أيها الإنسان في هذه الدنيا أصلا لتبتلى قد يقول قائل كيف ذلك؟ نحن نرأ ناس أغنياء ونرأ ناس منعامين فكيف هؤلاء يبتليهم الله ونحن لا نرأ عليهم آثار المرض أو ضيق العيش أو غير ذلك؟ استمع أخي الحبيب لهذه الآية الكريمة الله تبارك وتعالى يقول هو الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم إذن دقق معي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم وهنا ذكر لك الموت هل تعلم لماذا؟ ربما هذه أيضا لم تخطر ببالك ليذكرك دائما بضرورة أن تتذكر الموت قبل الحياة نحن الآن في نظرتنا في تعاملنا في هذه الدنيا نادرا ما نتذكر الموت كل نظرتنا للدنيا ماذا سأفعل غدا؟ ماذا سأخطط؟ ما هو الشيء الذي سأقوم به مثلا بعد شهر؟ كيف سأكسب الرزق؟ كيف سأدرس؟ كيف 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 كيف؟ كل هذه الأمور أخي الحبيب أنت تفكر فيها نظرتك باتجاه الدنيا ولكن القرآن أرادك أن تنظر للموت أولا ثم للحياة لذلك لم يقل هو الذي خلق الحياة والموت قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله سبحان الله الذي خلق الموت أولا والحياة لتبقى دائما في حالة تيقظ وتنبه أن الموت أمامك وأن ما أنت فيه هو أصلا هدف وجودك في هذه الدنيا يعني السؤال المنطقي أنا عندما أصاب بمرض لا يجب أن أقول يا رب لماذا ابتليتني وعافيت فلانا لماذا منعت عني الرزق وكثرت رزق فلان لا ينبغي أن أقول ذلك لأن هذا الشخص الذي تراه أنت غنيا مثلا هو مبتلى بأشياء أخرى ربما هو ابتلي بالمعاصي وهذه أصعب وأخطر بمليار مرة من بلاء المرض بلاء المعصية أخطر بكثير لماذا؟ لأن المرض بالنتيجة تصبر وتشفى ولكن من يبتلى بالمعصية ولا يتوب ما مصيره؟ هذا مصيره إلى جهنم ولا ياذب الله؟ لذلك أنت عندما ترى الملحدين ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم لا تنغر بالتكنولوجيا الحديثة والاختراعات والرفاهية أدخل إلى أعماق هؤلاء ترى الاكتئاب ترى الإلحاد ترى الظلم ترى في داخلهم يكرهون الله سبحانه وتعالى يكرهون العدل والقيم لذلك تجد أن هؤلاء يحاربون الإسلام دائما يحاربون الفقير يتسببون في حروب يموت فيها ملايين البشر ولا يبالون فلذلك بلاء هؤلاء الذين تراهم أنت قد تراهم مثلا في وضع يعني مبهر بالنسبة لك بلاؤهم أصعب من بلائك أنت البلاء الذي أصبت به تجد لسان حالك يقول الحمد لله بينما هذا الذي أعطاه الله المال والسلطة وأعطاه من الدنيا ما لم يعطيك أنت أغدق عليه الدنيا فتح عليه أبواب الدنيا نسي لقاء الله نسي الآخرة إن غمس بالمعاصي فكان بلاؤه يقوده إلى جهنم وبلاؤك يقودك إلى الجنة لحظت الفرق لذلك هنا أستطيع أن أتعرف على البلاء هل هو عقوبة أم امتحام من الله بكل بساطة أخبرني عن حالك لحظة البلاء أخبرني الآن عن حالك هل تقول يا رب لك الحمد رقم واحد هذه أهم علامة من علامات أن ما فيك هو امتحان وليس عقوبة هل تقول رضيت بقضاء الله إذن الحمد والرضا أهم علامتين من علامات من العلامات التي تعرف فيهما أنك مبتلى ابتلاء امتحان وأن هذا الامتحان ستنجح فيه إن شاء الله وسيرفع درجتك عند الله شيء الحمد والرضا تجد نفسك دائما تقول الحمد لله والشيء الثاني ترضى بقضاء الله هناك من يقول الحمد لله ولكن لا يرضى فهنا يخشى على مثل هذا الإنسان فيكثر البلاء يعني أنا مثلا تأتيني رسائل يقول أنا أحمد الله كثيرا وأقرأ القرآن وأصلي وأفعل كل ما أمرني به الله حسب رأيه طبعا هو مقصر في قضية مهمة جدا قضية الرضا هو يذكر الله يقرأ الرقية الشرعية يستمع إلى القرآن يعمل خيرا إلى آخره ويقول الحمد لله ولكن في داخله لا يشعر بالرضا عن قضاء الله سبحانه وتعالى الإحساس بالرضا أخي الحبيب هو أهم مؤشر أنك تمتحن بهدف أن يرفع الله درجتك لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء يعني هل الأنبياء الله لا يحبهم بالعكس هم أشرف الخلق وأطهر الخلق وأغلى الخلق عند الله وأكرم الخلق عند الله على الرغم من ذلك كانوا هم الأكثر ابتلاءا فرعون ألم يبتلى بكفره وإلحاده ومعصيته وقتله للأطفال هذا نوع من البلاء ولكن هذا البلاء عقوبة حتى آل فرعون أرسل الله عليهم الضفادع والدم آيات مفصلات وأرسل عليهم القمل وأرسل عليهم أنواع من العذاب بهدف أن يرجعوا ولكنهم طغوا وتكبروا فكان هذا البلاء هو عقوبة لهم نهاية هذا البلاء عقوبة أن الله أغرق فرعون ومن معه بينما المؤمن صحيح يختبر ويبتلى بهدف أن يمتحن الله قلبك هل أنت راضٍ عن الله؟ أم أنك تقف تعبد الله على حرف إذا أصابك خير تمام إذا أصابك أي أذى في الله تنفر وتنقلب وتشكو الله لعباده وتغضب ولا ترضى فهذا من أسوأ أنواع السلوك أن إنسان يبتليه الله بالمرض ولا يرضى عن قضاء الله أخي الحبيب من فوائد الرضا هناك فوائد شفائية وعلاجية أيضاً وهذا الكلام طبياً صحيح لأن لأنك إذا ذهبت إلى مشفى متخصص بعلاج حالات السرطان وهذه أنا أحدثكم عن دراسات موجودة وتحدثنا عنها قبل سنوات مرضى السرطان يتألمون بشكل فضيع جداً وبخاصة أثناء العلاج الكيميائي وجد الباحثون أن الذي لديه رضا وإيمان بالله حتى لو كان غير مسلم على فكرها يعني هذه الدراسة التي أحدثكم عنها أجريت على أناس غير مسلمين أصلاً ولكن لديهم إيمان أن هناك إلها للكون قادر أن يشفيني هذا كان إحساسهم وكان عندهم شيء من الرضا صدق أو لا تصدق نتيجة الدراسة تقول إن الذي آمن بوجود خالق بغض النظر قد يكون بوذي قد يكون يهودي قد يكون من ديانات مختلفة ولكن يؤمن بوجود خالق ويرضى بهذا المرض ومتفائل أنه سيشفى تفاؤل هنا شرط مهم كانت النتيجة أن هؤلاء هم الأكثر تماثلاً للشفاء كانت فترة علاجهم أقل من الملحدين أقل من اليائسين أقل من المتذمرين الذين لم يرضوا بهذا المرض وكانت قدرتهم على تحمل الألم أكبر من الملحد إذن هنا القرآن يقدم لنا أخي الحبيب وسيلة ليعيننا على تحمل الألم وعلى سرعة الشفاء لذلك الحمد والرضا والتفاؤل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فإذن بالنسبة للمؤمن احذر أن تسخط على الله والعياذ بالله كيف تسخط على الله هل هناك من يسخط على الله؟ نعم عندما تسخط من قضاء الله تخيل أن أحد الكرماء أعطاك هدية مثلا أعطاك هدية البلاء هدية أخي الحبيب يجب أن تنظر إلى البلاء على أنه هدية وعطاء من الله إذا أحب الله عبدا ابتلاه ليرفع درجته عنده سبحانه وتعالى إنسان كريم أعطاك هدية فبدأت تغضب وتتذمر ولا ترضى عن هذا الأمر كيف أنا كإنسان غريب أشاهد هذا الأمر يعني هذه قمة الوقاحة مع هذا الشخص أقل شيء قل له شكرا أقل شيء يعني فإذا كان هذا في حق البشر كيف في حق الله عز وجل وهو أعطاني هدية عظيمة أنه ابتلاني بهذا البلاء ليرفع درجتي عنده لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكد أن الله يكتب للعبد منزل عالي أحيانا لا يبلغها بعمل فيبتليه بما يكره حتى يبلغه هذه المرتبة العالية عنده في الجنة إن شاء الله الطبيب أخي الحبيب اذهب إلى أي مشفى وانظر إلى أي عملية جراحية يضع المخدر وهذا شيء سيء بالنسبة للمرض أن تخدره يضع الكثير من الأدوية وهذا شيء سيء قد يؤثر على الكبد على نظام المناعة يؤثر يقطع أجزاء من جسده يشق بالمشرط ويستأصل وكل ما يقوم به الطبيب حقيقة لو نظرت له من الخارج ترى أنه عمل سيء ولكن حقيقة لا أحد يعترض حتى المرض لماذا؟ لأنه يعلم أن هذه العملية الجراحية ستنقذه من الموت وبالتالي يتحمل الألم ويتحمل بعض الشر في سبيل أن يعيش أليس كذلك؟ طيب البلاء أهداني الله هذا البلاء لينقذني من نار جهنم أقول له يا رب لماذا ابتليتني؟ لحظ أخي الحبيب إياك أن تعترض على بلاء الله اسعى باتجاه العلاج هذا أمر مطلوب تداوى وعباد الله خذ بالأسباب افعل كل شيء ولكن إياك أن تغضب على الله إياك أن تشكو الله لعباده تشكو لفلان تقول الله أصابني بكذا وكأنك تشكو الله لعباده إياك أن تشعر بالصخط والغضب ويعني الضيق إذن علامات علامات مهمة ثلاثة لتعرف لتعرف أن ما أنت به الآن هو ابتلاء من الله نتيجته خير نتيجته الجنة إن شاء الله وهو امتحان ستنجح فيه بإذن الله الحمد والرضا والتفاؤل النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل الحسن القرآن كله كتاب تفاؤل اقرأوا القرآن من أوله لآخره من أول آية تجد التفاؤل بسم الله الرحمن الرحيم الرحمة تفاؤل يعني اعلم أيها الإنسان أنك تبدأ بإسم إله أول صفة فيه الرحمة لك فأنا عندما أعلم أن الله رحيم بي لن يتركني لن يتخلى عني سيشفيني سيرزقني سيحل مشاكلي سيعينني على السعادة أليس هذا تفاؤل؟ الرحمة من أعظم أسباب التفاؤل أن تشعر بالرحمة فالقرآن كله صدقوني من أول آية إلى آخر آية كله تفاؤل يدعوك للتفاؤل وبالتالي أصبح لدينا خلاصة لهذا اللقاء أيها الأحبة أن البلاء شيء جيد هو نعمة من الله هو هدية من الله هو عطاء من الله ارضى بهذا البلاء واحمد الله وبنفس الوقت تتفاؤل بالخير تتفاؤل أن الله سيكشف هذا البلاء ودائما لتكن هذه الآية في ذاكرتك في قلبك احفظها رجاء لا تنساها وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إله وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم انظر الرحمة بدأت الآية بالضر وإن يمسسك الله بالضر وختمت بالرحمة لتعلم أنك بين يدي إله رحيم مثل عندما تذهب لتجري عملية جراحية وتعلم أن هذا الطبيب أولا طبيب خبير وحكيم ورحيم وكريم كم تكون مرتاحا كذلك اعلم أنك أن لك إلها رحيما بك حكيما ينزل بك البلاء ويعلم أنك ستصبر وأنه سيعينك على الصبر وأنه كتب لك منزل عالي أنت لا تراها ولكن الله يراها منزل عالي في الجنة هي بانتظارك فلذلك لا تيأس أخي الحبيب احمد الله دائما وكما قلت لك يا ريت تكتب هذه الآية حبذة لو تكتبها أمامك وتصبح شعارا لك أنا اتخذتها شعارا لي قبل سنوات طويلة أعانتني على تحمل أقصى الظروف أعانتني على التخلص من التشاؤم أعانتني على التخلص من أمراض القلب وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق